على أي حال بعد عرض الشحاتة المزل ده طلع عمر قديم عشان يوضح نقل الريادة رسميا من مصر إلى الخليج ويبخت من كان محمد بن سلمان ومحمد بن زايد حلفائه دول الأوتاد اسمع وزي ما دايما بقول وحكرر مئة مرة يبخته اللي حلفائه جوه المنطقة دي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات يبخته اللي علاقته جيدة جدا بمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد والله ما بكلم إنشاء هو ده التوازن هو ده التوازن في المنطقة عامل كده طبعا محدش عامل الكمبينا دي غير عمر قديم بس لأنه عمر قديم بس اللي علاقته كويسة بمحمد بن سلمان بيشتغل عنده ومحمد بن زايد لكن ده محمد بن سلمان أصلا علاقته وحشة بمحمد بن زايد يعني العلاقة بالاتنين وحشة فهذا المعرض بدل ما يقول لواحد يا بخت اللي كانت علاقته بمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد كويسة مفروض يقول لنا ما أخبار علاقة محمد بن سلمان بمحمد بن زايد ولا هو تعريده خلاص يا عمر إيه أخبار علاقة دي أنت ما جالكش خبر أن العلاقة بينهم زفت ولا هو أنت عايز تعرض على الهواء خلاص على أي حال ابن أديب لخص من غير ما يقصد اللي بيعمله السيسي اللي عامل زي تاجر الشنطة أو الدلال بتاع زمان اللي بيعرض بضعته على الزباين نسمع الأخ عمر أديب اللي مستعد من قرون لأنه ينبطح أرضا على وشه بيقول إيه يرجع للسندوق بتاعه يقوله والله أنا سمعت رئيس مصر بيتكلم على كذا هم بيعملوا كذا عندهم حاجة اسمع العاصمة الإدارية ممكن نروح ناخد فيها مثلا قطعتين أرض كبار ونعمل مصنعين عنده 24 مدينة جديدة عنده طاقة عنده عنده طرق الأبواب ده يا جماعة احنا تعلمناها ده فن أنه أنت تروح تعدي على دول فيها فوائد استثمارية وتروح تقوله مساء الخير ليه طريقة البيع المتجول الأديب اللي هو قادي الشنطة أنا عندي كذا أنا بعمل كذا فيقولك والله طب أنت حدديني قد إيه منحة مثلا من الضرائب حتقوله ديك كذا يقولك لا من عندي فلان طب أنا اللي عملة عندي أخبارها إيه والله إحنا عملنا هو ده عمر أديب بتلخيص شديد زي ما قالك يا بخت اللي كان علاقته كويسة مع محمد بن سلمان وعلاقته كويسة مع محمد بن زايد وتجاهل أن علاقت الاتنين ببعض نيلة هو نفس القصة هنا بيقولك أنه زي البيع زمان الدلال آه عمر وأنت معداش عليك السوشيال ميديا أنت ما تعرفش صورة المعلومات ما جالكش خبر أنه بقت الحكايات أونلاين أنه ما فيش أي داعي أن حضرتك تعفر تراب رجلك وتروح لبلد تاني عشان ده الكلام ده سنة 1060 يا عمر لكن ده بقى فيه تكنولوجيا بقت الناس بتعرف بتدخل على البلاد الدلال ده خلص انتهى والدلال في اللغة هو اللي بيقرد بضعته على عدة مشتريين على الملأ ويديها للي بيدفع أكتر لكن الكلمة في الموروس الثقافي المصري دلالتها ليه دلالت تانية يمكن أهمها أن اللي بيدل على الحاجة وبيلف بيها على البيوت ده خلصت القصة دي عمر خلصت خلصت خلاص إنما تعال أكلمني على حاجة تانية هو الدلال اللي أنت بتتكلم عنه ده كان بيبيع بيته ولا بيبيع بضاعة بيبيع بضاعة يعني بيبيع سوبر ماركت لما بنشوف سوبر ماركت بيبيع بضاعة مش بيبيع عفش بيته يعني مش هنلاقي دلال نازل بالأنتريب تعمه بيبيعه إنما ده جايب بضاعة بيبيعها في عمر أرجوك سيبك من القصة الهاكس ده الدنيا تقدمت يا عمر الدنيا تقدمت قوي واتطورت وبقاش في دلال انسى حكاية الدلال دي خالص بقى في دلوقت الناس بتخش على الانترنت وبتبيع وتشتري بيقى أقل حاجة بأرخص حاجة هي بتتباع في الآخر بتتباع بقى أقل من تمنها الحقيقي ده اللي بيعمله الأخ عبدالفتاح السيسي بيبيع الحاجة بقى أقل من تمنها الحقيقي يا عمر أرجوك السيسي بيعمل حاجة تانية زي ما قلتلك ده تاجر الشنطة ده أسوأ من تاجر الشنطة أنا قلتلك كلام ده تاجر الشنطة السوبر ماركت ده بيبيعوا مش عافش بيتهم بيبيعوا الحاجات البضاعة اللي بيجبوها إنما تخيل بقى إن بضاعة مصر وصلت من البخص والرخص لحد الخبر ده خالي نخلص الخبر ده أهو الخبر مصر التي تعاني من دائقة مالية تبيع أصولا مملوكة للدولة إلى دول الخليج ده فرنسا 24 عبدالفتاح السيسي يجعلها استثمارا جذابا لكن حلفاء السيسي الخليجيين الذين اعتمد على دعمهم بعض الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي سنة 13 انتهوا من كتابة شيكات على بياض ويطالبون الآن بإصلاح اقتصادي ومزيد من الشفافية ده غير طبعا الخبر المزل تخيله عمال يتعرى للخليج تحديدا للإمارات مش لقطر ومش للسعودية لأنه لم يأتي على ذكر محمد بن سلمان بلاش عم بن سلمان لم يأتي على ذكر الملك عبدالله اللي طلع له على الطيار عشان يبوس راسه ولو طال كان بس رجله ما جامش سيرته لكن مش مهم حتى حليفه الوحيد اللي بيديله على بياض لأنه الكويت رفعت إليها قطر لا مش كده السعودية قارت ما فيش شيكات على بياض التلات دول دول اللي معاهم فلوس معادش فيه كان فيه خلص ما بقلوش غير الإمارات اللي عملت بديله حتى دي اسمع شوف الخبر ده الخليج بلومبرج الخليج ينتظر انهيار الجنيه بشكل كامل لشراء أصول مصر بأسعار أرخص تخيل بلومبرج خمس مؤشرات تحدد مستقبل أزمة مصر وهنا تذكر بلومبرج أن قيمة العملة المحلية في مصر أصبحت أكثر مرونة إلى آخير يعني فالمستثمرين لن يضخوا المزيد من الأموال في السندات أو حس الشركات إذا لم يضمنوا استبعاد انخفاض آخر في قيمة الجنيه أما التوقعات بفتح حلافاء مصر الخليجين صنابير الدعم المالي فكانت في غير محلها إذ لم يتحقق سوى جزء بسيط من هذا التمويل الذي وصفه الصندوق الدولي بالحرج منذ ما يقرب من عام كل هذا يعني أن الصفقة الكبيرة التالية التي من المحتمل أن تضمن أن تتضمن في الغالب بحصة مملكة للدولة في شركتين إلى آخر إلى آخر لو عايز في النهاية مثال عملي على الرخص اللي بينبيع مصر شوف فندق شيبرد مستثمر سعودي فرحان قوي إن الدولة قديته أرض فوق الفندق بتاع شيبرد مقابل استثماراته اسمع عمد عمر الرخيص بيقوله اسمع قال لي أنا تلو إيه دا استثمر سعودي تلو إيه دا بجد دا حتم في إيه لأنه شفر دا اللي بالنسبة لي وفيلم بقى أنف وثلاثة عيون ومش عارف إيه بتاع استثمر من المحترمين يعني إيه يا عمي أكيد قال لي لا 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 خالص الناس كانوا كويسين جدا معنا الناس عملونا تسهيلات إحنا كان عندنا مشكلة إنه حجم القوتيل صغير ما يبقاش يعني جدوى الاقتصادية عدد القوض اللي موجودة أو بتاعتب عاملة زي فقالونا طب ممكن نجيب لكم ساحة من وراء القوتيل شوية ها يعني نخدش حيات أرض كمان شبرد اتقدى لمستثمر مقابل من البحة في الوقت اللي البرج الأيقوني اللي في الصحراء متكلف 8 مليار دولار يعني 244 مليار جنيه مصري تخيل شوف المقارنة دي دا شبرد بالمناسبة عشان بس صحح معلومة شبرد دا مش تاريخي المبنى دا مش تاريخي شبرد الأصلي اللي كان مكانه اتحرق خلاص وحصلت حريقة فيه كان هو السم رميس فاتبنى دا حتى بناءه ستينات شوية يعني شوية يعني لكن الموقع بتاع شبرد دا موقع تاريخي فعلا لان دا على كبري أصر النيل جنبه الناحية دي كده السفارة الأمريكية هو جوه وسط البلد يعني يعني مكانه مكانه خرافي بخمسمائة مليون خلاص وخلص القصة على كده عشان بس أفكرك زميلي جوه جابه البراجراف من كتاب أحمد باعددين لما السادات قاله آه بس بص برج الأيكوني تكلفة تنفيذ أعمال بين التحتية تخيل دا في الصحراء ملوش أي ثلاثين لازمة بالسعر دا وده آه يعني الحقيقة حاجة انت واصل لمرحلة سيئة جدا سيئة جدا يعني واصل لمرحلة أسوأ ما تكون ترجمة نانسي قنقر